فيسبوك يستعد لإقامة دعوة قضائية تتهم أبل بالاحتكار وفقاً لتقرير The Information فإن فيسبوك سيركز بدعوة قضائية جديدة بتهمة الاحتكار فيما يخص متجرها للتطبيقات App Store والذي يرى فيسبوك أن قواعده الملزمة للتطبيقات المتواجدة عليه لتلتزم بها تطبيقات أبل نفسها آخر تحديث ستطرح أبل هذا العام لنظام تشغيلها iOS سيرغم مطوري تطبيقات على إظهار شفافية في جامع أو استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين وهو ما سيؤثر على الأعلانات على التطبيقات التابعة لشركة فيسبوك السياسة الجديدة تمنع تطبيقات إنستجرام وفيسبوك من تتبع ورصد أنشطة مستخدم أجهزة أبل دون موافقة المستخدمين حيث تعتمد فيسبوك على جمع المعلومات الشخصية لمستخدميها بهدف توجيه الإعلانات على منصاتها بشكل أكثر دقة هذا التغيير سيصعب على المعلنين قياس نسبة نجاح الإعلان بعد الترويج لمنتجاتهم عبر منصات فيسبوك حجم الخسائر المرتقبة في عائدات العملاق الأزرق من الإعلانات غير معروف حتى الآن لكن خبراء يقولون إنه كبير علماً أن هذه العائدات فاقت 86 مليار دولار في العام الماضي اشتركوا في القناة